احنا كلنا عارفين اهمية الملح في الطعام لكن تعالوا دلوقتي نكتشف له فوائد واستخدامات تانية اذا لدغيتك نموسة على طول لازم تجيبي شوية ملح وتدعكي مكان اللدغ بيخفف القلم عنك كمان ممكن ترش الملح في الزيت قبل ما تسخنيه على النار ده حيمنع انه يترتش في وشك اثناء القلية طيب افترضنا بعد الشر ان النار شبطت في الطاصة وانت بتقلي كلنا بنفكر غلط بنطفي بقماشة بنطفي بمية لكن الصح انك ترشي على النار دي ملح بتهدأ النار على طول في استخدام تاني بعد ما بنستخدم البصل نبشوره او نقطعه بباقدنا ريحتها ريحة البصل لو فرجتيها بالملح الريحة دي هتروح على طول طيب تعالوا نشوف استخدام مهم جدا ريحة الكوتشي او الجزمة اما تبقى رائحة كريهة لو رشتي جواها ملح وسبتيها شوية بيمتص الرائحة دي وتعالوا نشوف استخدام كانوا اجدادنا بيعملوه كانوا بيجيبوا طبق ويحطوا في ملح ويسيبوه في احد اركان الغرفة ده بيمنع النام للعدة ايام واخر استخدام لو عايز الحط بتاعك يلمع افركيه باللمون والملح هيرجع يبرق من جديد ما تنسوش تشيروا الفيديو ده عشان يستفيد بيه اكبر عدد من الناس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة